نجاح الأهل يا جماعة يكمن في وعي الأعضاء حرص الأعضاء تأدير العضو لدوره في خدمة ندية ها العدد زاد الأفرع كتيرا ما شاء الله الجوالات الانتخابية حتى بالنسبة للسادة المرشحين ما عادتش سهلة لأنه عليه التنقل بين كل الفروع ومخطبة الأسر في كل الأماكن لكن كمان الوعي العام لدى أعضاء النادي الأهلي معهود ومعروف دائما الرقم القياسي في نسب الحضور بتسجله جمعية الأهلي العمومية أعتقد هذه المرة الجمعية لن تبخل على النادي ولن تبخل الجمعية على الجمعية العامة لأنه قلتلك الجمعية العامة للنادي الأهلي هي بالملايين عشرات الملايين اللي موجودين في الداخل والخارج هم أعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي ممثلة في جماهير النادي الأهلي اللي عندها من الحب والارتباط والانتماء والحرص على النادي ما لا يقل عن أعضاء الجمعية العمومية اللي ليهم حق التصويت اللي هم موجودين داخل أسوار مقرات النادي المختلفة ومشاء الله سنة بعد سنة بنشوف تعدد الفروع ويمكن نزفق إلينا الدكتور سعد الشنبي هو وظيف علينا بشرة صارة أن هي أيام قليلة إن شاء الله من بداية المجلس الجديد ويحتفل النادي الأهلي بفتتاح الفرع الجديد في التجمع الخامس هذا التوسع الكبير في أفرع النادي الأهلي بتزيد صعوبة المرشحين عشان كده كان حرص الأهلي ينتخب أن نحن نوفر فرصة التجولات الكتيرة والجولات الكبيرة للسادة المرشحين ونقدمهم لأعضاء الجمعية العمومية وهم قاعدين في البيت يتعرفوا على أفكار كله مرشح يشوفوا رغبة كله مرشح رؤيته لتطوير النادي برنامجه الانتخاب اللي بيقدمه السيرة الذاتية ليه اللي بتكفله أنه يترشح ويكون ممثل للجمعية العمومية في مجلس الإدارة كان رسالة الأهلي ينتخب زي ما قلتلكه إتاحة الفرصة كاملة واللي امتبعنا من أول حالة لعله يكون ملاحظة أن احنا باستمرار حارسين على أن كل ضيف من السادة المرشحين بنديله الفرصة كاملة يقول كل اللي هو عايزه رغبة في تحقيق تواصل متفاعل مع الجمعية العمومية ومع جمهير الأهلي في كل مكان الإدارة التنفيذية للنادي زي ما قلتلكه في البداية بعتت كتاب لكل السادة للمرشحين علشان كل واحد يختار المعاد اللي يحدده في ناس اختارته في ناس لسه بتفكر أو بتختار لكن في المؤكد أنه قناة الأهلي والأهلي ينتخب بيستقبل كل مرشح في اليوم اللي حدده علشان يتحدث للجمعية العمومية وللنادي الأهلي وجمهيره في كل مكان نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنستقبل واحد من هؤلاء المرشحين وهو الدكتور محمد رقفة الهندوي المرشح لمقعد مجلس الإدارة تحت السن الدكتور محمد رقفة الهندوي بعد الفاصل